إذا بتسألني عن أقوى وأسرع جهاز موجود حالياً بالسوق ومخصص للألعاب فأكيد رح أجاوبك الريد ماجيك بكل سنة بتبهرنا بمنتجاتها الرهيبة المخصص الألعاب وتحديداً الهواتف واليوم معي الريد ماجيك 9 برو نتعرف على التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي رجعنا بهذا الفيديو لنتحدث عن واحد من أقوى الهواتف الموجودة حالياً بالسوق قم ندخل بكل التفاصيل الأكيد رح تسألني عن سعر وطرق الشراء رح يكون موجود رابط بالوصف ضروري جداً تدخل عليه في كل شيء أنت محتاجه وبتحصل الهاتف بأفضل أسعار ليش ما بحكي السعر؟ لأنه بيظل يتغير سعره باستمرار وعطول فيه عروض لهيك أنا بحط لك أفضل أسعار بالصندوق الوصف بشكل سريع نعمل فتح صندوق وأكيد لم تابعني على الإنستجرام شاف التجربة من أول ما نزلت طبعاً أكيد رح يكون معنا بهذا الشكل التغليف ورح يكون معنا الكفر اللي تحدثت عنه سابقاً أنه الكفر هذا ما بيقدم أي نوع من أنواع الحماية وأنا ما بنصح أنك تعتمد عليه ككفر أساسي حاول أنك تحصل الكفر في حال رح يكون هذا هاتفك الأساسي أنه عبارة عن بلاستيك وفقط من الأعلى ومن الأسفل ومن الظهر للجانب كلاتها مفتوحة بعد هيك أكيد رح يكون معنا الهاتف هنتحدث أكيد عنه بتفاصيل أكثر وأكثر هاي البطاقات والصور طبعاً أكيد أنا أفاتح صندوق يعني كيف نعمل التجربة هون معنا كتيبات بنشرح فيها كثير أشياء وبالنهاية عنا كابل الشحن اللي دائماً متميز من ريد ماجيك كابل شحن يا زي جماعة وشاحن مفيس بعدنا منشوف بهيك أجهزة بالفئات العالية وبنفس الوقت عم نتحدث إحنا عن أسعار جداً متميزة طيب شاحن مو أي شاحن ثمانين واط وكابل شحن متميز جداً بيعطيك شحن صاروخي للبطارية الضخمة على بطارية البطارية قنا نبدأ بالتفاصيل أكيد لما يكون معك هاتف وخص الألعاب لازم يكون معك بطارية قوية هذا الهاتف بيجي ببطارية بحجم عملاق يمكن ما نكون سمعناها قبل هيك من شركة ريد ماجيك فالهاتف مزود ببطارية بحجم ستة آلاف وخمسمائة ميلي أمبير يا جماعة هاتف مزود للألعاب شو عم تنتظروا منه؟ أكيد ساعات عمل طويلة وبالتالي هاي البطارية مع الشاحن الثمانين واط رح يعطيك أداء متميز يوم نص عمل ما عندك فيه أي مشكلة بعدها هيك بتشحن من صفر إلى مية بخمسة وثلاثين دقيقة فقط الآن بالنسبة للتصميم شوفوا يا جماعة أنا بالنسبة إلي عطول بحاول أطلب النسخ المتميزة وهذا اللون هو أكثر نسخة متميزة باللون اللي مسمينه سنوفول واللي هو بيجي بين الأبيض وبين السلفر وطبعا كالعادة تعودنا ظهر شفاف رح نشوف من الخلف عندنا كاميرتين هاي الثالثة مو كاميرا هاي يا جماعة مروحة نعم مروحة لتبريد الهاتف حجم التبريد بهذا الهاتف كبير جدا واحد من أضخم المبردات بالهواتف أما بالنسبة لجسم الهاتف فرح يكون بهذا الشكل المستطيع طبعا الحواف كلها معدن مسكة الهاتف سهلة جدا لأنه هو أكيد مخصص الألعاب فبالتالي لازم يكون مسكة مريحة لو شفنا من هذا الجنب واللي هو فيه شغل أكثر شي عندنا هون بالبداية هذول مكان أو مكان وبالتالي اللي بتلعب فيهم وهون في عنا فتحات التهوية رح تكون من الجهتين إضافة لخفض الصوت ورفع الصوت وعندنا هون زر الباور اللي بيجي بهذا الشكل الجميل وحتى يعني التفاعل تبعه له صوت وهون في عنا هذا اللون الأحمر أو زر اللي جاي باللون الأحمر وهو اللي بدخلك بالجيمينج مود مباشرة من الأعلى رح نشوف في عنا يا جماعة أكيد سماعة طبعا بيجي هوا بسماعتين استيريو وفي عنا منفذ IR أو هذا تبع الليزر اللي ما بعرف في بعض في حدا بيستخدمه لكن يبدو بصين بيستخدمه له هيك بيحطوه باستمرار من الأسفل في عنا أكيد منفذ USB أيضا سماعة ولا ننسى أكيد في عنا موضوع SIM card هون رح يكون في عنا دول SIM card بالإضافة نسيت أحكي هون في عنا منفذ الـ 3.5 ميلي متر فسماعات رأس موجودة ومتوافة الآن دي أتحدث عن الشاشة الزقائية اللي بتيجي بحجم 6.8 إنش من نوع أموليد وطبعا بتردد 120 هيرتز ومتغيرة حسب ما الشاشة بتحتاج وتطبيقها بتحتاج فأنت لو كنت ما عم بتعمل أي شيء فتردد الشاشة ممكن يكون الآن موجود فقط واحد بحيث أنه يوفر من الصرف بالإضافة للسلاسة اللي بنشوفها بالتعامل بهذا الهاتف رهيبة جدا بسبب السرعة المزود فيها هذا الهاتف طبعا مثل ملاحظين من الأمام كل شاشة ما رح يكون في عنا أي شيء أي قطع ليش؟ لأنه الكاميرا الأمامي اللي جاي الحديث عنها رح تكون أسفل الشاشة الآن السلاسة هاي مو فقط أكيد الشاشة هي اللي بتقدمها السلاسة هاي ناتجة عن المعالج المزود في هذا الهاتف والي هو السناب دراجون 8 الجيل الثالث وجاي بتحسوا هم بقوه مختلفة يا جماعة المعالج عم بيقدم قوة عالية جدا طبعا هذا السبب يعود للتبريد الفعل المتميز الموجود بهذا الهاتف إضافة إلى ذلك الذواكر العشوائية الموجود فيها أو اللي بتيجي مزودة بهذه النسخة حصرا إحنا عم نتحدث الآن فيه نسخة اللي أخف ممكن تكون غير لكن بهذه النسخة بنتحدث عن 16 جيجا من الرام الذاكرة العشوائية جماعة لابتوب هذا إضافة لذلك مساحة تخزينية 512 هل انتهى الحديث هون؟ لا يا جماعة لو توجهنا للإعدادات ومنها رحنا على وشفنا في عنا الرام كابسيتي ومن هون انت مكانك تضيف أو تزيد الرام عنا الاكستند أو الإضافة الزيادة رح توصل لحد 12 جيجا بايت فيا جماعة نتحدث هون عن 28 جيجا من الذواكر العشوائية بالتالي فعلا بعتقد كثير من الناس اللي عم يتابعوا هذا الفيديو جهزتهم ولابتوباتهم وكمبيوتراتهم ما في عندهم هاي الذواكر لآن مع كل هاي المواصفات تكون مختلفة بداية مثل ما حكينا احنا رح يكون في عنا هون مروحة ومباشرة بس دخلنا على اللي له طبعا تأثير وأصوات متميزة مباشرة رح تشتغل هاي المروحة بهذا الشكل والإمكانك انت بتتحكم باللون اللي بيجي فيها وطبعا هون رح يدخلك على الألعاب الموجودة عندك وتبدأ تجربتك مع الألعاب اللي رح تشوفوها الآن أمامكم خلين نعمل تجربة سريعة على سبيل المثال هنشوف السلاسف التحكم وامكانية التحكم من خلال الشولدرز اللي بتعطينا فعلا تجارب جميلة وسلسة ومختلفة يعني عن باقي الهواتف منشوف سيارات ألعاب السيارات عندي هون أسفلت ناين يعني جماعة تجربة متميزة جدا ورهيبة نتحدث هون عن موضوع الألعاب ما عندك فيه أي مشكلة مع كل هاي المميزات إضافة لهيك موضوع الفيدباك أو الرجاج الموجود بهذا الهاتف متميز وبيعطيك فعلا ارتجاج وفيدباك مختلف عن باقي الهواتف فهو بيجي بأكثر من رجاج يعطي تنبيه بيكون الفيدباك غير الإطلاقات غير كذا حتى لو جاي حدا من خلفك حتى لو كذا فبيتفاعل معك بطريقة بتفودك بأجواء اللعبة فعلا يعني تجربة اللعب أنا ما شفتها بباقي هواتف الآن نتحدث عن فعلا مميزات بهذا الهاتف بتخليه يعني فعلا مختلف فلعسب المثال لو بنتحدث إحنا هون عن المروحة دخلنا عليها بالبداية لو بنا نشغل موضوع الكولينغ فان نشغلها احنا فينا نشغلها بطريقة يدوية طبعا وفيها نختار عندك الفاست مود أو البلنس طبعا لما تحط فاست انت رح تسمع صوت المروحة وتحس فيها يعني صوت واضح هذا الشيء اكيد اذا واحد عم بلعب وحاب يطلع أكثر وأفضل طاقة للجهاز فبيفعلها وبيكون حاطة سماعات فما رح يشعر فيها إضافة لهيك ممكنك تبلشت لهي الخيارات متى تشتغل وأثناء الشحن على سبيل المثال أثناء الاتصال ممكن توقف حتى فيك تختار صوت المروحة لما تشتغل فالأساس هنا حاطينه صوت مثل صوت سيارة كأنك بتشغل سيارة في عندك أصوات مختلفة بالإضافة أنك فيك انت أيضا تجيب أصوات وتستخدمها لآن موضوع التحكم بإضاءة هذا الهاتف فالهاتف كونه هاتف الععاب فالناس أكيدين بتفضل موضوع الإضاءة فعسب المثال لو دخلنا لأي إضاءة حكون فيها عندك بيشتغلوا هذول بالإضافة لهذا الرقم 9 وأكيد عنا المروحة ممكننا نغير الإضاءة عسب المثال هذا اللون البنفسجي مثل المشايفين عندنا هون اللون الأخضر طبعا المروحة ما بتغير لأنه تغيرها مكان ثاني فعندنا عدة ألوان أنا مخلي ألوان كلها متشابهة اللون هذا الأزرق يعني مناسب مع الهاتف وبتشتغل هاي الإضاءة حسب الشيء اللي أنت بدك إياها فعسب المثال عندك النوتفيكيشن عندك الاتصالات عندك أثناء الشحن المنبه بكل واحد بتحط له أنت الإضاءة اللي بدك إياها وبالطريقة وبالشكل اللي بناسبك حكينا عن الشاشة أصدقائي إحنا والطريقة اللي بتتفاعل معك هاي الشاشة لكن بإضافة إلى هيك تجربة الشاشة من ناحية مشاهدة المحتوى هي شاشة تعتبر جدا متميزة خصوصي إنه إحنا ما في عنا أي قطع أو أي شيء بشغلك من الأمام لكن أكيد في عنا إحنا كاميرا خلفية هاي الكاميرا يا جماعة بغض النظر عن لازم يكون في كاميرا تسيلفي أو لا أنا شخصيا حلو وجودها لكن بالنسبة لي مستحيل أستخدمها مثل ما عم تشوفوا الكاميرا الكاميرا مش مناسبة بصراحة للاستخدام يعني إحنا بس عاملينها إنه في كاميرا أما الكاميرات الخلفية فإحنا في عنا هذا الهاتف مزود بكاميرتين أساسيات عندي كاميرا الزاوية العادية وعندي كاميرا الزاوية العريضة وكلا الكاميرتين بيجوا بدقة 50 ميجا بيكسل بإضافة لهم في عنا كاميرا صغيرة واللي هي كاميرا الماكرو تيجي بـ 2 ميجا بيكسل الآن تجربة التصوير بالكاميرا تجربة متميزة فعلا الكاميرا بتصور لحد 8K الفيديو يا جماعة فلا تستهينوا بالكاميرات الموجودة بهذا الهاتف كل الفيديوهات اللي عم تشوفوها والصور هي اللي أمامكم الآن مصورة بكاميرا هذا الهاتف فهذا الهاتف نعم هو هاتف ألعاب لكن هذا لا يعني أنه ما فيك تستخدمه للاستخدامات اليومية للاستخدامات الطبيعية لأنك تنزل صور على سوشال ميديا العكس ساما فبيقدم لك تجربة متميزة جدا وحتى أكد لك هذا الشي ومو فقط أنه ألعاب معناته أنت ما فيك تستخدمه بشكل طبيعي كل تطبيقات نزلتها على الهاتف وبستخدمها أنا بشكل طبيعي لأنه أصلاً أسرع من الهواتف الثانية فبطبيعة الحال إذا أنت ما عندك مشكلة بهذا الشكل ما عندك مشكلة بكل هاي التفاصيل وبدأك تستخدمه كهاتف طبيعي وما عندك مشكلة بالإستغناء عن الكاميرا الأمامية لأنه كاميرا أبدأ أن لا تصحي العمل فبالتالي أنت معك واحد من أقوى الهواتف اليوم موجودين بالسوق بالإضافة لكل هذا يا جماعة الواجهة التشغيلية اللي بهذا الهاتف هي واجهة سريعة ومتجاوبة وفيها كثير من التخصيصات والمميزات بصراحة أنا اتفاجأت كل ما أجلس بحاول أطلع حركات مخفية بطلع فيه أكثر وأكثر بشوفه فعلاً يعتبر هاتف متكامل بكل شيء عم تطور هاي الهواتف المخصة لألعاب بحيث أنها عم تعطينا قوة عالية بنفس الوقت كانت تستخدمها كهاتف عادي وطبيعي ما عندك أي مشكلة بهاي التجربة بالنسبة للنظام التشغيلي على هذا الهاتف موجود عليه الأندرويد 14 بالإضافة للواجهة التشغيلي الأحدث من Red Magic تستلم تحديثات ما عندك أي مشكلة أكيد الهاتف بيدعم اللغة العربية بيدعم كل شيء لأنه هاي النسخة هي للوطن العربي فهي مش نسخة للصين أو هي النسخة الانترناشنال فهي مدعوم باللغة العربية كل التحديثات بتوصلك كل التحديثات الأمنية بتوصلك ما عندك أي مشكلة بهذا الهاتف هيك يا صدقائي هنا ألخص تجربتي بإني فعلا أنا كنت عشت هاي الفترة مع واحد من أسرع الهواتف تجاوبا بصراحة أنا حكيت عن كل التفاصيل والأهم التفاصيل إذا بدي أدور أكثر بيطلع فيه تفاصيل أكثر الهاتف تحسه متجدد على طول فيه أشياء وحركات مخفية الخلفيات اللي فيه الحركات كثيرة بهذا الهاتف فأنا بدعوك إنك إذا اشتريت هذا الهاتف إنك تستكشفه وظلك تدور فيه ولحتى نرجع نأكد لتحصل على هذا الهاتف بأفضل سعر شوف الرابط الموجود بالأسفل حتى نختصر تحويل العملات وكل شيء رح تشوفه كل شيء بدك يا بفيدك يعني بهذا الرابط وكالعادة أصدقائي أي سؤال أي سفسار أكيد حطولي بالتعليقات كاماكم عبيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته